إلى واشنطن وسيد جول روبين النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكية السابقة سيد جول يعني ما رأيك بما ذكره سيد بييني سيدروف هل جاءت بالفعل هذه العملية العسكرية الروسية نتيجة لتصريحات قالها الرئيس زيلنسكي بأن أوكرانيا تريد امتلاك أسلحة نووية لم يكن مخطط لهذه العمليات من قبل هذا تعليق أول مرة أسمعه هذه أول مرة أسمع هذا النوع من الكذبات والبروباجندا هذه حرب لتغيير النظام هذا النظام روسيا تسعى لشن هذه الحرب ضد نظام ديمقراطي تقتل المدنيين وفي مدن كثيفة بالسكان من أجل الإطاحة بهذه الحكومة وترسخ لديكتاتورية في أوكرانيا تكون موالية لروسيا وليبوتين أوكرانيا تخلت عن الأسلحة النووية منذ عقود لقد قدموا لهم كمية كبيرة لم تطلب الأسلحة النووية بوتين في بيانه هو الذي كان يهدد بشن حرب نووية ضد أي دولة سوف تدافع عن الشعب الأوكراني ضد هذا الغزو العسكري غير المبرر ضد دولة ديمقراطية حرة الآن نرى النتيجة روسيا ليس لديها أي عذر ليس لديها أي إجابات ليس لديها أي نقطة هم يكذبون على العالم ورؤيناهم بشكل متواصل يكذبون ويكررون هذه الكذبات في محاولة لغزو وفي تغيير النظام بهذه الطريقة ومن المحزن نرى أن الشعب الأوكراني يعاني من ذلك وأيضا الشعب الروسي لا يرضى عن ذلك